أرى هنا طاقة العاشق الأبدي بالنسبة للمتزوجين نعم طاقة العاشق الأبدي ربما قد مضى يعني هناك حب قوي ربما قد مضى على زواجك وما لا أدري عشرون ثلاثون أو أربعون عام أو أكثر لكن ما زلت تغازل زوجتك عزيزي برج الميزان أو ربما يعني هي برج الميزان أنا أتحدث عني الحياة الزوجية المتزوجين ما زلت تراها يعني أجمل مرأة في العالم ونفس الشيء يعني للمرأة يعني نفس الشعور أرى أن يعني عندما تعود للبيت تشعر أنك في سلام وطمأنينة وتشتاق يعني للزوجة يعني والشعور يعني هو نفس الشعور الزوجة عندما الزوجة إذا كانت خارج البيت تشتاق للزوج تشتاق لبيتها وتعود وهي سعيدة لأنها تعود إلى السلام وطمأنينة والسعادة الكاملة مع الأسرة أسمع نعم أسمع الكثير من الضحك يعني تضحكونا كثيرا هناك سعادة كبيرة يعني جميلة هذه القراءة هذه الحياة الزوجية أرى يعني تضحكونا يعني أسمع ضحك الصغر والكبار أرى أنها يعني حياة جميلة حياة بسيطة ربما يعني الأغلبية يعني يعيشون حياة متواضعة بسيطة جدا لكن مليئة بالسعادة كما كيف ما كان قوله في المغرب شي ما عندنا شي ما خصنا يعني لا نملك أي شيء ولا نحتاج إلى أي شيء نعم جميل جميل زوينة بزاة القراءة لكن الشيء الوحيد الذي أراه ربما قد يكون هناك القليل من الحزن ربما من طرف الزوج أو الزوجة لأنها بعيدة أو بعيد عن أهله هذا هو يعني الشيء الوحيد الذي أراه يعني يعني قد ينزل قليلا الذبذبات لكن أرى سعادة كاملة يعني أرى أنكم كذلك نص طيبين هذا الكارت شميل جدا ومهم ورسائله يعني كثيرة هذا الكارت وهذه كذلك ناس طيبين أنتم ناس طيبين وتساعدون الآخرون نعم تحبون يعني مساعدة المحتاجين وأرى أنكم يعني الاثنين الطاقة التي أراها عزيزي برج الميزان هي طاقة نارية أو مائية نعم نارية ومائية هذه هي الطاقة التي أراها نعم وتحبون مساعدة المحتاجين أرى أن هذا الكارت الروحاني كما أسعدكم الله أنتم تحبون إسعاد الآخرين يعني جميل جميل كانت القراءة لنتابع لنرى الآن هذه الكارت كذلك لكم هذه الكارت كذلك نعم يعني حياة حياة جميلة والبعض منكم ربما يعيش حياة حياة بسيطة والبعض الآخر يعني بخير الحمد لله الحمد لله يعني لأني أراكم أنكم يعني يعني تساعدون الآخرون الآخرون لذلك أقول ذلك وأرى طاقة نارية مائية لكن كذلك ترابية وخاطة لنواصل نحطي هذا الكارت شوية لنواصل الآن مع المرتبطين نعم أخا خلوني أتركني أركز الله يخليكم وأنتم كذلك الله يخليكم كنوا مرتاحين أثناء القراءة لأنني أحس بطاقتكم يعني وركزوا معي وكونوا مرتاحين أرجوكم فأنا يعني تصلوني كل طاقتكم أرجوكم يعني أعطيكم يدي يعني كما لو أنكم تلمسون هذا الكارت أو أنكم يعني قرب مني أريد يعني أن تكونوا مرتاحين وأنتم تسمعون هذه القراءة الله يخليكم فأنا إنسان أحساس بالسرف وتصلوني تصلوني الطاقة من هذا من هذا من الكاميرا إذن لنواصل قلنا للمرتبطين لنمتأ بهذا الكارت الشيطان هناك حبيب يفكر كثيرا يفكر كثيرا وبالمناسبة هذه القراءة هي للمرتبطين وللمنفصلين كذلك نعم تنطبق على الاثنين إذن لنركز الشيطان هو الحبيب يفكر كثيرا يعني عقله مقسم إلى اثنين نعم أنت دائما حاضر في عقله لكن لنتكلم عن طاقة هذا الإنسان هذا الإنسان يريد مقاربتك نعم يريد مقاربتك أنت لكن بطريقته الخاصة وليس بالطريقة الصحيحة يعني لا زواج ولا استقرار أذهب وأعود متى شئت هذا ما تقوله هذا الكارت أرى الكثير من المطلقات في هذه القراءة وأنا أقول لكم إيمن تقول لكم لا تفتحي بواب بيتك لهذا الشخص والعزبة لا تفتحي له ذراعيك نعم هذا الإنسان يحس يشعر بفراغ وجودي لأنه بعيد عنك لماذا؟ لأن هناك طرف آخر نعم لكن هذا الطرف لا يملأ هذا الفراغ لا يملأ حياته ولا قلبه نعم هذا الإنسان تعيس بدونك وهو يحتاج إليك كثيرا يعني يحتاج إليك كثيرا نعم أنت دائما أنت دائما حاضر بعقلي يعني لكن هناك طريقين يعني هذا الكارت تقول هناك طريقين وهو يريد الإثنين وأنت لا تريد ذلك عزيزي لا تريد ذلك أنت تريد أن تكون الكأس الوحيد في حياته نعم لكن خلينا نشو يعني إذن قلنا أن هذا الإنسان يعيش في فراغ لأنه يريد أن يجمع يعني بين هادي وهادي وأنت لا تريد ذلك وأن هناك إعجاب قوي جدا بمظهرك الثقة التي أراها الآن هي ثقة مائية نعم صلاة عقرب أوحود نعم إذن هذا الإنسان ابتعد معتقدا أنه سيجد الحب نعم ابتعد لأنه اعتقد أنه سيجد الحب يعني في أحضان أخرى لكنه لم ينجح لم ينجح هو يحتاج إليك يحتاج إليك هذه ثقة كيانتي يحتاج إليك وسيعود سيعود لأنه مكتوب هذه يعني يعني هذه كرد القدر نعم هذه العلاقة مكتوبة وهذا كرد القدر وسيجمعكما القدر لكن هذا الإنسان يجب أن يتعافى لنواصل خلينا نزيد الكرد هذا الكرد تقول لك هذا الكرد تقول أنه هي ليست كرد رومانسية نعم لكن والعاطفة النقية لأنك لكنك تملأ هذا الفراغ يعني تملأ هذا الفراغ الذي هو محتاج يحتاج إليك يعني بطريقة رهيبة هذا الإنسان وخا نعم أنت تملأ هذا الفراغ كما قلت الذي لا يملأه الآخر وهو يحس بانجراب أكثر وأكثر نعم أنت طاقتك عزيزي أنت أو أنت هي الحزن طاقتك هي الحزن لأنك تحبنا وهو الرسوب والسقوط يريدك أنت والطرف الآخر يعني هذا ما أراه يريدك أنت والطرف الآخر لكن أنت لا تريد ذلك أنت تريد أن تكون كما قلت الكأس الوحيد في حياتي نعم هذا الكرد يقول أن أنت لا تريد أن تكون إحدى هذه الأكواب السبعة يعني هذا هو وهذا ما في عقله يعني هذا ما في عقله هو لن يتحقق يعني هذا ما يريده هو يريده هذا وهذا يعني كل شيء بغى كل شيء لكن أنت تريدين أن تكوني أنت يعني فقط في حياتي ولا تريدين أن تكوني لا تريدين أن تكون إحدى هذه الأكواب السبع التي يشرب منها يشرب من مائها يعني حينما يشعر هو بالعطش يعني ما تشاء هذا الإنسان نعم نعم ما تشاء هو هو يذهب ويعود كما قلنا لذلك هذا الكرد للمنفصلين كذلك نعم لأنه يريد تحقيق ما في عقله وأنت لا تسمحين له يا عزيزتي الأمبراطورة لأنك أنت من يحكم نعم أنت من يحكم وأنت الأمبراطورة أنت يعني تملين القواعد والقوانين بوضوح دون تردد أنت تريدين كل شيء مع هذا الرجل وهي النهاية والمستقبل مستقبل جميل ينتظركما وهناك حب يعني من كثرة هذا الإعجاب وهذا الإحباط هذا الإنسان يعني سيتحول نعم أرى مستقبل جميل ينتظركما هذا ما تقول هذا الكرد وهذا الكرد نعم وماذا أيضا؟ ماذا أرى أيضا؟ نعم في رجوع طبعا في رجوع فهو يذهب ويعود ويذهب حتى يكون هناك في الأخير استقرار وحياة عاطفية جميلة نعم أنا أقول يعني الكرد عفوا تقول لا تتخلي عن هذا الشخص بل انتظري انتظري أن يعالج أحواله وأمره يعني مشي يفكر مزيان ماذا يريد لأنه يلعب شيئا ما بالنار وسيحترق في الأخير وسيعود يعني منهازم لأنه يحبك وتملأ حياته كثيرا وبشكل جميل يعني هو مرتاح فقط معك كانت هذه قراءة المرتبطين لنواصل الآن لمن ليس لديه حبيب أو حبيبة نعم نعم لمن ليس لديه حبيبة كرد القوة يعني نبدأ بكرد القوة ماذا تعني ذلك أنك مررت بمرحلة حزن ووحدة طويلة نعم ووحدة عفوا الطاقة التي يعني في القراءة قراءة المرتبطين والمنفصلين هي طاقة مائية وكذلك طاقة طاقة هوائية نعم مائية حد سرطان وعقرب وهوائية جوزاء ميزان أو دلو في بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين والآن لمن ليس لديه حبيب قلنا بدأنا بكرد القوة يعني أنت مررت بمرحلة حزن ووحدة طويلة هذا الكرد يعني البحث الطويل والصبر كذلك والحزن لكنك قوي قوي ولا تفقد الأمل وماذا سيحصل هذا الكرد جميل جدا وهذه كلها كل الكرد جميلة لأن كل كرد لديه رسالتها الخاصة نعم إذن أرى في هذا في هذه القراءة بالنسبة لمن ليس لديه حبيب أن هناك شخص شخص تعرفه منذ زمن بعيد لكن لم يكن هناك أي أي رابط لا عاطفي ولا ربما لا أدري لكن شخصه تعرف شخص عفوا تعرفه منذ زمن بعيد لم تكن هناك أي علاقة ولا شعور لكن فجأة تتغير الأشياء تتغير الأحوال وهذا الشخص يدخل إلى حياتك يعني فجأة وبعد يعني سنوات في الوحدة سنوات في الوحدة يعني تتغير الأشياء فجأة وأرى خطوبة وزواج نعم هذا ما أره هذا ما أره أنا يعني من الوحدة فجأة يعني هذا وهذا الإنسان كتعرفه ربما معظمكم هذا الإنسان تعرفه لا أدري كيف تغيرت يريدكم يعني تشرحوا لي عفوا تشرحوا لي في التعليقات يعني ماذا حصل أنا فقط أرى أن هذا الإنسان أنت عزيزي برج الميزان عشت فترة طويلة في وحدة وحزن تنتظر ذلك الشخص سبيسيال يعني سبيسيال مميز ذلك الشخص الذي يملأ حياتك يعني كنت تنتظر الحب وعيشت في حزن ووحدة وفجأة هذا الإنسان يعني من من عشية وضوحاها صحيح ما أقوله يصبح يعني خطيبك أو زوجك نعم ويملح لك السعادة كارت يعني زمين جميل جدا قراءة جميلة جدا سيملأ حياتك بالحب وبالاستقرار يعني والطاقة التي أراها هي طاقة نارية مائية وترابية نعم هذه هي الطاقة التي أراها وكانت قراءة جميلة كل القراءات كانت جميلة والآن لنرى ما هي ما هي طاقة عفوا رسالة رسالة الملائكة يعني لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل الأحلام الأحلام가는 تتحقق ورحمة الرحمة 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 علي أن نتمنى تكون عجباتكم هذا القراءة يا ربي وأشكركم كثيرا على ديك تعليقات زوينة وعلى حبكم وانتم نص طيبين انتم نص طيبين الله يزيدكم طيبوبا يا ربي ويا ربي تحقق كل أحلامكم يا ربي وما تفقدوش الأمل أرجوكم لا تفقدوا الأمل أبدا فالرحمن دائما معنا الله يخليكم إذن نودعكم نتمنى لكم يوم سعيد نهار سعيد وأيام سعيدة شهر جميل وشهر مبارك يا ربي وكان حبكم بسلامة وإلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة